ومرحبا شباب مع نشوان سؤال كبير يطرح نفسه في الفترة الأخيرة لماذا يكره سكان مدينة ليفربول العالمالك البريطانية حنشوف الجواب بعد الأنترو السؤال هذا يحيي الكثيرين لكن لما تعرف السبب حيبطل العيب خيّم الحزن والأساء بعد وفاة الملكة إليزابيت الثانية ملكة بريطانيا بعد أن حكمت حوالي سبعين سنة وعن عمري يناهز ستة وتسعين عاما تخيل نفسك أنت تحكم سبعين سنة سبعين سنة أنت ملك ابنها الآن شارلز اللي هو الآن الملك شارلز عمره الآن خمسة وسبعين سنة تخيل قاعد منتظر الفترة هاي كلها علشان يكون ملك والله صبر صبر الجمل للحمل وهذا يجعلها واحدة أن لم تكن الوحيدة التي حكمت هذه الفترة الطويلة تم إعلان الحداد لمدة عشرة أيام وخلال هذه العشرة أيام تم إيقاف أغلب الفعاليات الترفيهية الموجودة في بريطانيا ومن ضمنها فعاليات الدوري الإنجليزي لكرة القدم وعلشان كذا كانت أغلب عموم بريطانيا أو المدن البريطانية هادية جدا ما فيها أي ضوضاء ما فيها سياسة في الشوارع كثيرة أغلب المحلات مسكرة دور السينما البارات المطاعم أغلبيتها كانت مسكرة حتى في مدينة ليفربول لكن جزئيا يا ترى في بالك أنت ليش؟ وعلشان نعرف إجابة هذا السؤال لازم نرجع شوي إلى الخلف ونتعرف على تاريخ مدينة ليفربول ونعرف سبب العداء ما بين سكان مدينة ليفربول والعائلة المالكة تأسست مدينة ليفربول في عام 1207 وتميزت موقع استراتيجي مهم وأهلها موقعها الاستراتيجي الذي يطوع على نهر ميرسي البحر الإيرلندي ويجعلها من أهم المدن البريطانية بل من أهم المدن الموجودة في العالم وساعد اختراع الآلة البخارية أو الماكينة البخارية في تصنيع أول قطار بخاري وأول سكة حديد ما بين مانشستر وليفربول في عام 1831 هذه الاختراعات أدت إلى جعل مدينة ليفربول تواكبة تطورات وجعلها من أهم المدن الموجودة في بريطانيا وربطها تجاريا مع المدن البريطانية الأخرى لأنها مدينة مهمة ومهمة أيضا للتاج البريطاني خلاها الهدف الثاني بعد لندن للألمان حيث تم قصفها بطريقة وحشية وبشعة أثناء الحرب العالمية الثانية وقد أدى هذا القصف إلى قتل الكثير من سكان مدينة ليفربول يصل إلى الآلاف وإصابة أيضا الكثير منهم وتدمير البنية التحتية التجاري لهذه المدينة طبعا مدينة لندن تلقت الجزء الأكبر من القصف الألماني وكان لها دعم كبير ما تتوقع حصل لمدينة ليفربول للأسف لم تتلقى مدينة ليفربول الدعم الكافي لإعادة بناءها مرة أخرى وإعادة ازدهار ميناءها بل تم تياهلها بطريقة سفزة سكان مدينة ليفربول بشكل مش طبيعي إلى الآن لازالوا متأثرين من هذا التقصير في دعم مدينتهم من قبل العائلة المالكة كيف عملوا سكان مدينة ليفربول قرروا أن يجعلوا بعض المباني المدمرة كما هي شاهدة على القصف الألماني الوحشي لهذه المدينة وخذلانهم من العائلة المالكة وما زاد الطين بل أنه تم تحويل أغلب التجارة إلى ميناء مانشستر أو مدينة مانشستر وهذا أدى إلى نشوب عداء تاريخي ما بين مدينة ليفربول ومدينة مانشستر نراه جليا في ملاعب الكرة ورويدا رويدا بدأت تختفي أهمية ميناء ليفربول بعد أن كان هذا الميناء واحد من أهم جواهر التاج الملكي البريطاني بعد مدينة نيويوك حتى أن البطالة وصلت فيها إلى خمسين بالمئة وهذا يدل أن الميناء كان عامل مهم جدا وكبير جدا في ازدهار هذه المدينة كان هذا واحد من أهم الأسباب لكن هناك أسباب أخرى مثلا كارثة هيلزبرا مدينة هيلزبرا تقع في مقاطعة شيففيلد وهذه المدينة العريقة تحتوي الكثير من المصانع الحديد والصلب والكثير من اليمنيين عملوا في هذه المعامل في عام 1989 قرر الاتحاد الإنجليزي إقامة نص نهائي كأس الاتحاد في مدينة هيلزبرا حيث تقرر إقامة مباراة نادي نوتينجهام فوريس مع نادي ليفربول في هذه المدينة وتم تخصيص 15 ألف مقعد لمشجعين نادي ليفربول حيث أن الملعب كانت تسعى ل 35 ألف مشجع وتخصيص بوابة واحدة فقط ومر واحد فقط للمشجعي نادي فريق ليفربول إلا أن المشكلة وين حصلت؟ حصلت أنه أثناء قامة المباراة تم فتح الباب المخصص للمشجعي نادي ليفربول في وقت متأخر فتزاحم المشجعين بطريقة كبيرة جداً وبشكل خلنا نقول يعني كبير جداً على البوابة حيث علشان يحصلوا أو علشان يلحقوا المباراة وقت المباراة من البداية وكان للأسف التنظيم سيء جداً من قبل الشرطة حيث طبعاً الكل اللي يعرف هنا في بريطانيا أن المشجعين قبل الروح على المباراة يبدأوا يشرب الكحوليات وحتى في داخل ملعب نفسه الملعب مسموح فيها أنه يشربوا المواد الكحولية للأسف وللأسف أيضاً كان نتيجة هذا التدافع الكبير وكان نتيجة هذا التدافع الكبير هو موت عدد كبير من المشجعين وصل إلى 96 مشجع إضافة إلى صابة العديد منهم ومن هنا بدأت المشكلة حيث أدعت الشرطة أن التدافع مشجعي نادي ليفربول وشربهم الكميات الكبيرة من الكحول هو ما سبب هذا التدافع وسبب العدد الكبير من الوفيات إضافة إلى الحكومة نفسها في ذلك الفترة برئاسة الوزيرة مارغير تاتشر كانت يطلق عليها المرأة الحديدية أيدت تغيير الشرطة ومما أدى إلى غضب كبير وردت فعل عنيفة من أبناء أو سكان مدينة ليفربول على هذه التصريحات وكانت التصريحات تنشأ على قريدة الصن اللندنية مما أدى إلى سحب جميع النسخ التي تباع في مدينة ليفربول إلى الآن نحن الآن في 2022 لا تباع نسخة واحدة من قريدة الصن اللندنية إلى الآن في مدينة ليفربول وتم إطلاق المرأة الشريرة العيوزة أو المرأة العيوزة الشريرة على مارغير تاتشر إلى الآن وعند وفاة مارغير تاتشر كمان الناس كانوا في بريطانيا خاصة في لندن حزينين عليها وقامت القداس عليها وكذا لكن في مدينة ليفربول كانوا فرحين جدا وخرقوا في الشوارع يحتفلوا وألعاب نارية كأنه كان عيد لهم هذا بسبب هذه القضية هو سبب أنه كمان مارغير تاتشر لم تخدم مدينة ليفربول بالشكل الكافي وتم قطع كثير من اللعانات على الأسرة الفقيرة في عهد مارغير تاتشر يعني كانت مارغير تاتشر فعلا كانت المارة الحديدية كانت يطلق عليها وكانت سياستها قوية جدا داخليا وخارجيا الجميل في الموضوع أن جماهير نادي إيفرتون العريق وقفت مع جماهير الريد ليفربول طبعا لأنهم من نفس المدينة ونفس السكان الجميل الصراحة اللي أحطوا أنا خاصة في مدينة ليفربول أنه من الأسرة الواحدة بتشوف مشقعين لنادي ليفربول ومشقعين لنادي إيفرتون يروحوا مع بعض إلى الملعب كل واحد يغفي المنصة الخاصة بالفريق الذي يشجعه وكذا فما في عندهم مشاكل مثل مشاكل مثلا ليفربول مع مانشستر أو ليفربول مع أي نادي آخر من مدينة أخرى بالعكس ما في أي مشاكل ما بين مشقعين فريق إيفرتون ومشقعين نادي ليفربول بالعكس تحصل أكثر من شخص أو فرد في الأسرة الواحدة يشجعوا الفريقين فهذا لاحظت وهذا شيء جميل صراحة تتميز في مدينة ليفربول أو تميز في سكان مدينة ليفربول قبل أن أهل حرقة حاب أسألكم سؤال يا ريت تكتبوا لي في تعليق إذا كان عندك ملكة مثل إليزابيت الثانية هل بتكون تحبها وتصرفت معك بهذه الطريقة هل ستحبها أم ستكرهها أم ماذا سيشعر شعورك بالنسبة لهذه الملكة التي حكمت بريطانيا لمدة سبعين عاماً شاركنا رأيك في تعليق ووصلنا لهذه المقطع إذا أقبك عملنا لايك وشير للمقطع وشير للمشاهدة